أنت الأصغر شهامك علم شمص النور صوت الحق الصارف نور مياه السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد مرة أخرى أهلا وسهلا بكنا من أوراة أرجو أن تكونوا بخير بخير ولا لا إن شاء الله بخير جميعنا جميعنا نبدأ المحاضرة على بركة الله محاضرة اليوم حتكون إن شاء الله متابعة للنقطة الأخيرة التي توقفنا عندها في المحاضرة السابقة كنت أنا في آخر محاضرة طلبت من حضراتكم إذا تتذكروا حل مسألة خاصة بجدول المواصفات أعطيتكم المعطيات المطلوبة فيما يتعلق بالجدول تصميم الجدول أعطيتكم عدد الحصص والنسبة أو نسبة التركيز لمستويات الأهداف الأربعة أعطيتكم عدد الأسئلة الكلي ثم طلبت منكم حل المسألة والمسألة كانت على نحو بعض الطالبات أعتقد زي ما سمعت منكم مع بداية المحاضرة واجهتهم بعض المشكلات بحيث إن الأرقام في داخل الخلايا لم تصل إلى عدد الأسئلة الكلي واللي كان يقدر أعتقد بمئة سؤال أنا أعطيتكم مئة سؤال لكن بعد ما حليته المسألة تبين لكنا أنه العدد قديش مئة واثنين الحق على مين على السؤال ولا على الخلية طيب إيش رأيكم ما فيش حق على حدا في خلل هو في خلل معين في منطقة معينة قد نتباحث ونبحث مع بعض عن الخلل والآن ممكن نجده ربما في قضية إحنا مش عارفينها إذا عرفناها الآن ممكن الحل يكون سليم وسريع جدا تعالوا نبدأ بالمثال اللي أعطيتكم إياه المثال التدريبي كان على هذا النحو زي ما أنتم شايفات أعطيتكم عدد الأسئلة لكل مئة سؤال أعطيتكم عدد الحصص على النحو التالي أربعة أربعة خمسة سبعة الإجمالي كان عدد الحصص الكل عشرين حصة فيما يتعلق بمستويات الأهداف برضو أعطيتكم نسبة التركيز لكل مستوى عشرة في المية خمسة عشر في المية تلاتين في المية خمسة واربعين في المية الإجمالي مية في المية هكذا البيانات الآن واستنادا إلى الطريقة اللي أعطيتكم إياها بدنا نحل الجدول وفي البداية كان من المفترض الخطوة الأولى أن نستخرج نسبة التركيز لكل موضوع من الموضوعات لكل موضوع من الموضوعات فإيش عملنا عادة عشان نطلع نسبة التركيز للموضوع الأول على سبيل مثالي الموضوع الأول قديش نسبته في المية حتكون اعملنا بشكل بسيط عدد حصص الموضوع الأول أربعة على إجمالي عدد الحصص على عشرين ضرب مية أطلع عندي عشرين في المية الثاني هتطلع أوتوماتيكي عشرين في المية لأنه نفس عدد الحصص الثالث خمسة على عشرين ضرب مية طلع عندي خمسة وعشرين في المية خمسة وعشرين مع الأربعين خمسة وستين قديش آخر واحدة آخر واحدة نسبة التركيز للموضوع الأخير الرابع كانت خمسة وثلاثين في المية بهذا الشكل بكون أنا أول خطوة عملت فيها مع الجدول حددت نسبة التركيز يا حضرات لكل موضوع من الموضوعات الأربعة وهو على هذا النحو اللي أمامي هاي عشرين في المية الموضوع الأول عشرين في المية الموضوع الثاني خمسة وعشرين في المية الثالث خمسة وثلاثين في المية الرابع خلاص؟ الآن تشوف الخطوة اللي بعدها ايش عملنا في الخطوة اللي بعدها؟ جينا بشكل بسيط للغاية الطريقة اللي أعلمتكم عليها لازم نتبعها بدنا نستخرج على سبيل المثال تعالوا نشوفها في الخلية الأولى بدنا نحط الرقم عدد الأسئلة المطلوب وضع للموضوع الأول واللي بيغطي مستويات الهدف الخاص بالتذكر يعني كم عدد الأسئلة الخاصة بالموضوع الأول التي تقيس التذكر كيف بدي أطلعها؟ بمسك عدد الأسئلة الكلي اللي هو مية ضرب عشرين في المية نسبة التركيز للموضوع الأول ضرب عشرة في المية نسبة التركيز لمستوى الهدف الأول يساوي بيطلع عندي رقم الرقم هيئو على النحو التالي اتنين اعملنا مع الفهم نفس الطريقة طلع معايا إيش بدأسوي حاولي معايا تكون بشكل سريع عشان نكسب الوقت مية ضرب عشرين في المية ضرب خمسطعش في المية طلع عند الرقم ثلاثة مية ضرب عشرين في المية ضرب تلاتين في المية طلع عند الرقم ستة مية ضرب عشرين في المية ضرب خمسة وارمين في المية طلع عند الرقم تسعة وهكذا فعلت مع جميع الخانات طلعت الأرقام كما يلي إليكن هذه المعلومة الخطيرة الآن أرجو أن تثبتوا المعلومة التي ستسمعوها هي التي قد تكون عملة الخلل والإرباك عند الطالبات ركزي معايا ركزي معايا وانتبهي الآن بعد ما استخرجت جميع الأرقام واتبعت المعادلة السليمة ضرب عدد الأسئلة الكلة في نسبة التركيز للموضوع المعين ضرب نسبة التركيز لمستوى الهدف المعين وعبيت الخانات المطلوبة في حالة في حالة كانت نتيجة الضرب ضرب الأرقام مع بعض مثل هذا الرقم اللي أمامي لما ضربت مية ضرب خمسة وعشرين في المية ضرب عشرة في المية طلع عند الرقم اتنين ونص بالزبط لمن يطلع عند الرقم اتنين فاصلة خمسة بالزبط بخلي الرقم كما هو في الخانة لمن يطلع ثلاثة ونص بخليه في الخانة خمسة ونص بخليه في الخانة واحد ونص بخليه في الخانة لمن دائما الرقم يطلع شيء ونص لازم اخليه في الخانة نفسها بينما لو طلع اتنين فاصلة ستة اتنين فاصلة سبعة لعند التسعة اتنين فاصلة تمانية اتنين فاصلة تسعة قلت بسطب الكسر وبجربه لوحد صحيح بصير عندي تلاتة هيك اتفقنا ولو اجل من اتنين ونص بنحذف الكسر بيظل الرقم عندي اتنين اما في حالة ما يطلع عندي الرقم نص بخليه هاي طلع عندي في الحالة هذه اتنين ونص خليته خلاص بنمشي لعند الرقم هذا نشوف ايش اللي صار امسيكنا المية ضعز معايا امسيكنا المية ضربناها في نسبة التركيز للموضوع الثالث خمسة وعشرين في المية ضرب نسبة التركيز لمستوى التحليل ثلاثين في المية طلع عند الرقم سبعة ونص خليته خليته كما هو اتفقنا النص بنخليه خلاص ونفس الشيء عندي طلع بالنسبة للموضوع الرابع مية ضرب خمسة وثلاثين في المية ضرب عشرة في المية طلع عندي تلاتة ونص خليت الرقم وكذلك بالنسبة للعشرة ونص لما ضرب مية ضرب خمسة وثلاثين في المية ضرب تلاتين في المية طلع عندي عشرة ونص اذا لاحظوا علي لاحظوا على الجدول الارقام اللي ثبت اللي فيها النص خلاص وباقي الارقام موجودة نشوف الآن ايش بنسوي طلع هنا ايش هي هذه اللي عملت عندنا لبس دائما لما بطلع عندي الرقم في نص اتفقنا اي الرقم اثنين ونص في اي خلية بطلع عندي الرقم اثنين فاصلة ستة قلنا بنخليه ثلاثة اثنين فاصلة تمانية بنخليه ثلاثة اثنين فاصلة اثنين بنخليه اثنين انما في حالة النص لما نطلع اثنين فاصلة نص دائما وابدا دائما وابدا النص بنشطبه اول شيء بنكتبه في الخانة بعد ما نكتبه في الخانة بنشطب عليه وبنقربه لوحد صحيح بيصير ايش عندي تلاتة بيصير عندي ايش تلاتة هاي على سبيل المثال اول خانة امامي طلع عندي الرقم اثنين ونص شطبته وقربته لوحد صحيح صار عندي تلاتة طب لنفترض في نفس السطر بغض النظر الرقم الذي يلي مباشرة او الذي لا يلي مباشرة في نفس السطر في احدى الخانات طلع عندي كمان نص ايش بسوي اسمع المعادلة وثبتية في ذهنك اذا النص الاول جربته لواحد صحيح بدل اثنين ونص صار هيش تلاتة فالنص التاني ايش بسوي فيه بحذف بحذف فالاول بدل اثنين ونص صار قديش تلاتة التاني بدل سبعة ونص حيصير قديش سبعة تصور ما يلي اعطيت لحضرتك انا الان طلعت من جيبتي ركزوا معايا عشان ما ننساس الله ارضى عليكم انتبهوا سيب الجلم وطلع معايا في قضية ما نجعت فيها بالخطأ فيما بعد طلعت من جيبي الان لنفترض دينار او تلاتة دانانير ونص قلت لك اتفضلي هدول تلاتة دانانير ونص الك بعد ساعة بد اعطيك كمان دينار ونص قديش اصهر معاك خمس دانانير هيك الحسبة الصح انتو رحتوا حسبتوا عندكم عشان ايك صار اللابس انتو رحتوا حسبتوا التلات دانانير ونص قربتوهم لأربعة وبعد دينار ونص قربتهم لاتنين صار المجموعة عندك اتنين اتنين واربعة ستة زاد واحد بس هو على ارض الواقع عمليا تلات دانانير ونص لما اعطيك متمسكين في ايدك واعطيك كمان دينار ونص في ايدك التانية واقول لك اجمعيهم قديش الواقع بقول انهم خمسة بس انت لما نص في الجدول بدك تروح تقرب لواحة الصحيح هيعمل عندك ايش معناها خلل يا استاذ فعشان نتغلب على الخلل ايش بنعمل النص الاول بنقرب لواحة الصحيح في حالة وجدنا نص تاني في نفس السطر سواء في نفس السطر او في نفس العمود ايش بنعمل دائما وابدا هكذا المعادلة تكون النص الاول بنزوده بصير واحد صحيح النص التاني ايش بنسوي معاه بنحذفه فتعالوا نشوف مع بعض الاثنين ونص زودناها ثلاثة زدناها زائد طب النص التاني ايش هنسوي فيه هننقص النص هنحذفه بدل ثلاثة ونص ايش صارت ثلاثة هاي في العمود خلصنا هذا الكلام صح دعونا نشوف في السطر في السطر اول واحد ايش قلنا عليها بنسوي فيها بنزودها اول واحد دائما بنزودها هاينا زودناها ثلاثة طب في بعدها في نفس السطر كان كما النص الاول زودناها التاني ايش هنعمل ايش صارت سبعة طب تعالوا نطلع السبعة اللي حذفنا النص منها بعدها بعدها كان في نص اذا في السبعة حذفنا النص طب في اللي بعد ايش هنسوي هنزود بدل عشر ونص ايش هتصير 11 بدليل بدليل قاطع عندي اسمع الدليل اوتوماتيك ركبت على بعض اتنين ونص حذفنا النص صارت ثلاثة زودنا اللي بعدها حذفنا طب في بعد الثلاثة في نفس السطر كمان نص التلاثة حذفناها اللي بعد ايش هنسوي هنزود اذا هيا زادت اوتوماتيك لما نحسب الحسبة مرة تانية نطلع على الحسبة الآن تعالوا نحسب مع بعض هيا محسوبة سبوني من عدد الحصص عدد الاسئلة هنا الاجمالي قدش طلع عندي عشرة والعدد الاجمالي خمسطاعش والعدد الاجمالي تلاتين والعدد الاجمالي خمسة واربعين اجمعيهم كلهم مع بعض قدش بطلعوا مية طلعت صح روح على العكس عدد الاسئلة هنا عشرين عشرين خمسة وعشرين خمسة وثلاتين الاجمالي قديش مية هل في خلل راح الخلل الخلل انا متعمد اعطتك السؤال بهذا الشكل يا استاذة سابقا في المحاضرة اللي فاتت عشان يصير عندك فعلا الخلل وعشان بعدك نحل الخلل مع بعض ونتغلب عليه حتى لا تنسي بعد ذلك ارجو ان تكون الامور وضحط النص الاول في السطر ايش بنسوي فيه بنزيده النص التاني بنحذفه طب اطلعوا معي على شغلة تانية نزيد من العلم شوية ركزي معايا افترضي يا استاذة الله يرضي عليك يركزي معايا اللي ورا افترض كان عندي نص هان صحيح ونص هان وهذه كانت 11 ونص كمان ثلاثة انصاص في نفس السطر ايش بنسوي وفق القانون اللي اخدنا الاولى ايش بنسوي بنزيد و hunch بنحذف طب التالتة بنزيد استعЕТنا كيف طب افترضي كانت نص لحالها في السطر بس هي نص لحالها 3 ونص ايش بنعمل بنزيدها الثلاثة ونص بنزيدها اولش بنكتبها بنكتبها في الخانة بنحط عشان الدكتور يشوفها انه انت عارفا انه 3 ونص بنثبتها بنكتبها ثلاثة ونص وبعدها بنحط عليها خط بنسطوبها وبنحط تحتها ايش او فوقيها الرقم اربعة. ارجو ان تكون المعلومة وصلة. واضحة? تمام? اليك الان السؤال بتحليه في البيت لحالك. بس بتحليه في البيت. هاي السؤال امامك بشكل سريع وكتبه. صوريه صورة اذا معاك او. يعني المعطيات قد المعطيات. عدد الحصص كما يلي. بغض النظر ايش نوع السؤال? عدد الحصص كما يلي. تمانية سبعة خمسة عشرة. يعني قلنا بنبدأ من وين? من الاسمال. تمانية سبعة خمسة عشرة. بنفعش تروحها تبدي من اليمين. بنفعش تروحها تحط رقم عشرة هو للموضوع الاول. بطلع معاك خطأ? طبعا بطلع معاك خطأ. اتفقنا في اسس بدنا نمشي عليها. عشان يكون كله موحد. اذا تمانية سبعة خمسة عشرة. في عندي اربع مستويات. ولا خمسة عندي? التذكر والفهم والتطبيق والتركيب. اربعة. هاي النسب التركيز لكل مستوى. اما عدد الحصص الاجمالي او عدد الاسئلة سوري الاجمالي. فهي خمسين سؤال. تحليه في البيت لحالك. اتمرني عليه. تضرب عليه. هذا فقط واجب بيتي. اي سؤال الان على جدول المواصفات اسألي ما شئتي. هل من سؤال? اسألي وعليك الامان. في سؤال? طالما فيش سؤال سانتقل معاك الان باذن الله الى قضية اخيرة في جدول المواصفات اللي هي فيها هاغلق الفصل اللي متحدث عنه. احنا كنا نتكلم عن كيف نصمم اختبارا تحصيليا صفيا. اتكلمنا عن ضرورة تواجد او وجود او بناء خطة تتضمن ست نقاط او ست خطوات. جدول المواصفات كان يعبر عن النقطة الخامسة في الخطة. الان اخر مقطة في الخطة وهي ما تسمى اسس تحديد اسمع. اسس تحديد نوعية فقرات الاختبار. هيا امامي. اسس تحديد نوعية فقرات الاختبار. اه الان السؤال يا حضرات. يقول وبايجاز. بعد حضرتك ما تمكنتي من صياغة الاهداف السلوكية. وتعاملتي مع معظم الاهداف وسغطيها بشكل كويس. ايا كان نوعها. معرفية. او نفس حركية او وجدانية. ووصلنا في النهاية الى انه تمكننا من بناء وتصميم جدول مواصفات. طب يا ترى. بظل عندنا السؤال مهم جدا. طب هذه الارقام اللي كنا قبل سوية في الخلايا وضعينها فيما يتعلق بجدول مواصفات على سبيل المثال هذا الشكل. هذه الارقام تعكس عدد الاسئلة اللي بتحطها في الامتحان. تعكس عدد الاسئلة لكل موضوع. في الموضوع الرابع مثلا بتحط اربعة عشر سؤال. طب الاربعة عشر سؤال يا ترى هل سألنا انفسنا? ايش نوعهم? هل لازم يكونوا مقالي? ولا موضوعي? وان كانوا موضوعي كيف هيكون شكلهم? وان كان مقالي? ايش هيكون نوعهم? اذا الان انا بصدد الاجابة على السؤال الحاسم. ما هي اسس? ما هي اسس تحديد نوعية فقرات الاختبار? بالتأكيد يا حضراتي يا كرام القضية تتطلب بعض الاعتبارات اللي لازم ناخدها بعين الاعتبار. قبل ان نحدد ايش نوع الاختبار? مش اعتباطيا انا بحطلك في نهاية الفصل بروح اختبار يتضمن على اسئلة موضوعية من شكلين اختيار من متعدد وصح وخطأ. وقد اضيف اليهم نوع اخر من المقال اللي هو الاسئلة المقننة او المقيدة. طب مين اللي خلاني احط اسئلة بهذا الشكل? من نوع من نوع الاسئلة الموضوعية او المقالية? هل على كيف? طب هل على كيفك? هل في ضوابط? هل في اسس هي التي من خلالها انا بضطر احط شكل معين من انواع الاسئلة للاختبار? بالتأكيد نعم. حديثي الان يدور عن الاسس ما هي هذه الاسس. اول اساس اللي متحدث عنه اللي هو الهدف. الهدف المراد قياسه. بمعنى اخر. يا طرأ انا لما بدي من الطالب لما ده حط امتحان للطالب. ايش هدفي من الامتحان? هل بدي من الطالب ان يصل الى عمليات عقلية عليا? ينظم ويرتب ويركب افكاره كما يشاء ويعبر بالطريقة التي يشاءها? ويأتي بامثلة وينتقد ويحكم? ام يعني ان يجيب على الاسئلة التالية بشكل سريع عبارة عن تذكر وعبارة عن فهم بعض الموضوعات? والله اذا الهدف اللي انا عاوز اغيسه هو اللي بحكمني. لو كنت عاوز اغيس قدرة التلميذ على تنظيم وترتيب افكاره اذا انا بصدد ان اضع اسئلة للطالب بتكون على شكل? اسئلة مقالية. لانه التنظيم والترتيب معنى ذلك الطالب هو اللي هيفكر ويكتب وينظم ويرتب كما يشاء. والعكس صحيح. لن يطيل في كل جزئية. اما الاساس الثاني طبيعة المحتوى اللي احنا بنحط فيه امتحان. بمعنى اخر طبيعة المحتوى المراد قياسه. ايش انا قاعد علمت التلميذ? هل علمت التلميذ عربي ولا دين ولا تاريخ ولا علوم ولا رياضيات? بالله عليكي. هل مقرر الرياضيات والعلوم زي مقرر التاريخ? من حد ما اقول لك انا بدي درسك مادة التاريخ. بتعتقدي في نهاية الفصل او النصفي. ايش نوع الاسئلة اللي هجيب لك اياها? مقالية. مقالية. هيك من المقرر هو المقرر لحاله اللي بيحكي. هو اللي بحدد اتجاهي. بينما لو كانت المادة علوم رياضيات او ما شابها اقرب ليش? الموضوعية يا حضرات. اما رقم ثلاثة فهي تتعلق بمهارة المعلم في كتابة وصياغة الانواع المختلفة من الفقرات. معنى ذلك والله لو المعلم لو حضرتك مستقبلا هيكون عندك خبرة وامكانات وقدرات لغوية على صياغة وكتابة اسئلة الاختبار فلا بأس ان تكتبي الامتحان ويأتي على شكل موضوعي. بس لو ما عندكيش القدرات والامكانات واللغة والمفردات المعدلة بشكل دقيق معنى ذلك اذهبي الى نوع الاسئلة المقالية. فهي اسهل في الاعداد. اذا من هي الاصعب في الاعداد? الاسئلة المقالية ولا الموضوعية? الموضوعية. لكن الاسهل في التصحيح? الموضوعية. الموضوعية. يعرفنا الفرق? اما رقم اربعة مستوى الدقة في التعبير عن واقع التحصيل. ان اردنا بمعنى او باخر انه نعبر عن مستوى صياغة الاختبار. اذا اردنا ان يخرج مستوى صياغة الاختبار بشكل دقيق. فعليك ان تكتب اختبارا موضوعيا. اما لو كنت تريدين الصياغة تكون اقل دقة. فاذهبي. ممكن تذهبي الى موضوعي لكن شكل الاخر. الموضوع اختيار من المتعدد يتطلب دقة متناهية. عالية. طب الصواب والخطأ في الموضوعي? يتطلب دقة ولكن دقة اقل. طب مين اللي بتطلب دقة اعلى الموضوعي ولا المقالي? الموضوعي. الموضوعي. اذا حسب انت والله ما بنقول مستوى الدقة في التعبير عن واقع اه الاسئلة او واقع التحصيل اللي بدك اياه من التلميذ كمان. اذا مرة اخرى ممكن انا اعيد مستوى الدقة في التعبير عن واقع التحصيل اذا اردت ان اصل الى نتائج اكثر دقة انا كمدرس فعلي ان اضع اسئلة موضوعية والعكس صحيح. اما رقم خمسة الوقت المخصص الوقت المطلوب لتحضير فقرات الاختبار. كم معي وقت? انا يا كمعلم هل سألت نفسك? هل انت يا استاذة تملكين من الوقت كثيرا? او وقت طويل امامك? معاك اسبوع واسبوعين لا اعداد الامتحان? والله كل مكان امامك وقت طويل فانا انصح بان تعد امتحانا موضوعي. وان كان الوقت قليل فاذهبي الى ناحية المقالي فقط. لانا ما عندك وقت. المقالي انا جاعد في ربع ساعة في نصف ساعة بامسك الفهرة ستاعة الكتاب وبطل على العنوين الرئيسة وبضع امتحان. الموضوع لا. الموضوع يجب ان تتبحر في صفحات وموضوعات المقرر الموضوعات الرئيسة والفرعية وما شابه. اما رقم ستة مدى توافر الامكانات المادية والقرطاصية وتسهيلات الطباعة. يا سلام. شو علاقة الامكانات المادية والقرطاصية وتسهيلات الطباعة. الا علاقة بتحديد نوع الاختبار يكون مقالي ولا موضوعي? فكري شوية معايا. الا علاقة? سمعوني صوتكم اه او لا لا? اه. طب كيف? بتقولوا اه وخلاص سكتنا? لا بنفعش تكلميني واكلمك على الهواء. في اشي اختراع جديد سموه مايك. عشان ارسال واستقبال. الاختبار الموضوعي بده ورق اكتر لطباعة لانه هيكون حجمه كبير. اما الاسئلة المقالية بتكون تاخد حجم قليل في الاسئلة. يعيني عليك. بارك الله فيك. كلامك رائع وسليم. بس انا خليني اكمل السؤال اليك. الان في شدة الحصار لقطاع غزة. في وقت من الاوقات. الدكتور لو كان بده يلجأ اليك. ياخد منك النصيحة. في ظل وجود اربعمائة طالبة في القاعة. وانا بدي اعمل له اختبار نهائي. اسمك الكريم ايش? ربا. يا ربا يا بركة. انصحيني انا كو دكتور. وانتي مرت عليك مادة اسمها القياس والتقويم. ايش نوع الاسئلة اللي احطها لطالباتي. هل موضوعية ولا مقالية? في ظل الحصار اكيد هيكون مقالة لانه هيوفر امكانيات كتير وهيكون. احسن تبارك الله فيك صحيح الكلام. كلام صحيح. في ظل وجود الحصار وعدم وجود الاوراق. وعدم وجود الحبر لطبيعة الامتحانات. وعدم وجود الاقلام المناسبة. وفي ظل العدد الهائل من الطالبات. لو بدي حط اسئلة موضوعية. خمسين وسبعين وتمانين سؤال موضوعي. كل طالبة هتاخد بدل الفرق فرخين وثلاثة واربعة. عشان يكفي توزيع الاسئلة الموضوعية اختيار من متعدد. بينما المقالي بينما المقالي ممكن احط اسئلة مقالية مقننة. مقيدة. وبالتالي لا تتطلب ورق كثير. اذا الظرف له علاقة. الامكانات المادية وتوافر القرطاصية. فعلا الى علاقة في الموضوع. هي اللي بتساعدني في تحديد. هل يكون الامتحان. فعلا مقالي او موضوعي. وكذلك في شغلة مهمة جدا ارجو ان لا تنسوها. اللي هي شمولية الاسئلة لجميع محتوى واهداف المادة الدراسية. والله لو حضرتك بتغطي كل المقرر اللي عندك. جميع الموضوعات اللي درستيها. بما يغطي كذلك مستويات الاهداف اللي اعطتيها. وين بتروح عنو اتجاه. الموضوع او المقالي? الموضوعي. من المتعارف عليه ايتها الطالبات المحترمات ارجو ان لا تنسوا. الاسئلة الموضوعية هي التي هي القادرة على ان تغطي وتشمل جميع موضوعات المقرر. في حين ان الاسئلة المقالية لا تستطيع. ان تغطي جميع الاسئلة. هذا هو الفرق. فانا ايش بدي? هل بدي اوجه اسئلة عن جميع اللي درسته الموضوعات? ولا ما بدي اغطي المقرر? برضو اذا له علاقة. تنسوش فيه شغلة تانية وان لم اكتبها امامكم. حتى لو ما كتبتاش امامك. الاسس عديدة يا استاذة وكثيرة. انا اختزلت واختصرت بمجموعة فقط بسيطة. ولكن علينا ان يعني نفكر بهذه الاسس. بالله عليك لو كانت الفئة اللي انا بدي امتحنها. صغيرة في السن. لسه في الصف الابتدائي. او في المدرسة الابتدائية. في الصف الاول او التاني الابتدائي. يا ترى ايش نوع الاسئلة العطيمية? مقالية ولا موضوعية? موضوعية وانت مغمضة عنيك. لسه لم يصل بعد هذا التلميذ الى مستوى النوتز لم يصل الى مستوى ان يمتلك من القدرات اللغوية والمفردات الكثيرة. ليستطيع ان يكتب ويعبر بالناحية المقالية. فالافضل ان نقدم له اسئلة موضوعية. اذا بعد هذا الكلام الكثير اللي حكيناها. قد تستغربين انه احد الدكاترة بطلب منك حضر حالك امتحانك النهائي حيكون مقالي. قبل ما تأخذ هذه المعلومات. ربما كنت تؤثر على الدكتور تقولينه ايش رأيك تحط لنا جزء مقالي. على حسب رغبتك انت. بعض الطالبات يرغبن بانه يكون الامتحان مقالي. والبعض الاخر يرغبن ان يكون الامتحان موضوعي. بالله عليك هو مرتبط بالرغبة. الان احنا وصلنا لا الفيصل في الموضوع. هل عشان خاطرك وعشان خاطري. انا بدي احط للامتحان موضوعي او مقالي. ما يلو علاقة بهيك قضية. هناك اسس يجب ان استند عليها في وضع وتصميم الاختبار. وبالتالي نتوقع الان السؤال للجميع. اختبارك النهائي معي في القياس والتقويم. يا ترى وين حيروح? اتجاه وين? شو طعالي? موضوعي? ولا مقالي? طب اللي بتقول الموضوع ترفع ايدها اشوف. طب نمشي واحدة واحدة. اللي بتقول الموضوع ترفع ايدها. ولا واحدة. انتو انتو خارج الكادر. انتو خارج التغطية. لن نراكم لانه انتو بعاد في كوكب تاني. انتو رفعت ايديكم يعني الاربعة? اذا انتو من انصار انو يكون موضوع بناء على فهمكم. طب اللي بتقول الاختبار النهائي في القياس والتقويم حيكون مقالة ارفع ايدها. ولا واحدة. طب اللي بتقول حيكون جزء اكبر منه موضوعي وجزء اقل مقالة ترفع ايدها. ما سوى الله. وسيكون الامتحان بهذا الشكل باذن الله. مين اللي قرر انتو او انا? اللي قرر هي الاسس. فعشانك ما تستغربوا من دكتور لدكتور حينما يحدد نوع معين من الاسئلة. والان بعد هذا الكلام الطويل سنبدأ معكم بموضوع جديد باذن الله. ان لم يكن لدى اي طالب اي سؤال. فكري في خلال عشر ثواني. استرجعي بعض الاسئلة لو كانت لديك اسئلة معينة. خذي شهيق. ثم زفير بهدوء. عملية السرخاء في خلال عشر ثواني عشرين ثانية. حتى نبدأ بموضوع جديد ان شاء الله. موضوعنا الجديد حيكون حول. بناء فقرات الاختبار التحصيلي. بناء فقرات الاختبار التحصيلي. عنا يا حضرات العديد من الاشكال التي يلجأ اليها المدرس عندما يعد اختبارا تحصيليا. العديد من الانواع. اقصد بالانواع انواع. الاسئلة انواع الاختبارات. فهي عديدة الاشكال. في منها بنسميها موضوعية. في منها اللي بتحتاج الى صياغة وكتابة من قبل المتعلم. اللي هي بنسميها مقالية. زي ما احنا شايفين في رقم واحد فقرات ذات الاجابة المنطقى. اللي هي بن قوسينة بنقدر نقول عنها الاسئلة او الاختبارات الموضوعية. اما رقم اتنين فهي الفقرات ذات الاجابة المصاغة. او المنتجة. اللي بنتجها مين? الطالب المتعلم المفحوص. التلميذ. هي هذه اللي بن قوسين بنسميها المقالية. وهناك نوع اخر. فقرات ونماذج الاختبار. الادائي. العملي. الذي يقوم به التلميذ. اذا نحن بصدد اليوم الحديث عن عدة اشكال وانواع من الاختبارات. التي قد تلجئين الى اعدادها في المستقبل القريب ان شاء الله. فيما يخص كل نوع من الانواع سنتحدث كما يلي. عشان تكون بالصورة واضح الرؤية امامك. سنتحدث عن كل نوع تعريف كل نوع. ما هو? مما يتكون? اهم اشكال هذا النوع. اذا كان في مزايا وفي عيوب. اهم مستويات الاهداف التي يقيسها هذا النوع. الاسس التي نستند اليها او المعايير او الاعتبارات اللي بناخدها بعين الاعتبار. لكي نكتب هذا النوع من انواع الاختبارات. سواء كان موضوعي او مقالي. موضوعي سواء كان اختيار من متعدد او صواب او خطأ. او كذلك في جزء اخر هنتحدث عنه من ضمن الاختبارات اللي هاخدها معاك اللي هي اختبار المقابلة. هذا جزء من الزاء الموضوعية. سمعت عن اختبار المقابلة? المزاوجة. اللي هو وصل بين الف بين الخانة الف والخانة با. هذا برضو مقابل. هذا برضو نوع من انواع الاختبار الموضوعي. طبعا الاسئلة المقالية بنعرف انواعها مرت عليك بدل المرة? مرات. زي الاسئلة? المقالية زي? بديش تقولي الاش راح اذكري? لا. بدي تعطيني الاسم العام. المقالية في منها مقالة مقنن. المقيد. اللي بده اجابات محددة يعني. وفي نوع اخر يحتاج الى اجابات قصيرة بحرف او برقم. بحرف او برقم. وفي اسئلة مقالية برضو. اللي بنسميها مطولة. المفتوحة. المقالية المطولة. اكتب كما تشاء. اما النمط الثالث من الاسئلة اللي هي الادائية. الان هنبدأ باول نوع مع بعض ان شاء الله. وهو ما اسمي. وهو ما يسمى الاسئلة الموضوعية. بمعنى. هابدأ بالنوع الاول الاختيار من متعدد. ساتعرف الان معكم الى هذا النوع. ماذا نقصد به. مما يتكون. وما هي اهم اشكاله. لنبدأ بكل بساطة. فقرات الاختيار من متعدد انت عندك خبرة اكتر مني فيها. مرت عليك بدل المرة مرات. بدل عشرات المرات مئات المرات. اللي عادة ان انت بتعرفيها في عبارة عن. قبل ما اصنف لك اياه واحدد لك اسكاله واسماعه بشكل علمي. بتتكون من عادة من جزين واحد علوي بكتم المدرس واحد وبحط في الاخر نقطين ممكن او بحط على انت استفهم. وبحط بحط هان الف. با جيم دال. اختاري هادي الكلمة او هادي او هادي او هادي. بعد ما تقرأي السؤال. اذا الاختيار من متعدد عادة يتكون من جزئين. جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي هو التي فيها يعكس المدرس المشكلة. بمعنى الطالب بصدد التعامل مع سؤال او مشكلة في الجزء العلوي. ويختار الحل المناسب لهذه المشكلة من الجزء السفلي. اللي فيه عبارة عن الاجابة الصحيحة. في اربع بدائل وتتضمن البدائل اجابة صحيحة واحدة. لكن الان سنسمي الاشياء بمسمياتها. الشق العلوي له اسم يطلق عليه اسم الاصل. الاصل او المقدمة. الاصل او المقدمة. بعض التربويين يطلقون عليه اسم اخر لن تجدونه عندكم. وهو ما يسمى الاروما. الاروما. اذا هي اسم اخر. الاروما المقدمة الاصل. تصور اجيب لك في الامتحان اقول لك جميع جميع ما يلي يعبرون عن الجزء العلوي في سؤال اختيار من متعدد عدى واحدة. وروح اطلق الاروما والاصل والمقدمة واضيف لك واحدة من عندي. فانت لو ما انت بهتيش في المحاضرة ومحفظتيش المسميات مش هتعرف الجواب على الاجابة السليمة. اما الجزء السفلي فهو الذي يتكون من مجموعة من البدائل. ايه سميتها? البدائل. في العادة المتبع معكم في الجامعة عادة يكون عددها اربع بدائل. لكن هذا ليس شرطا ان تكون من اربعة بدائل. لكن التربويين بفضل ان يكون العدد اربعة. انا يعني بقول يفضل ان يكون العدد وفقا لرؤية التربويين اربع بدائل. اربعة بدائل. لكن لو كانوا تلاتة صح ولا خطأ? صح. طب لو كانوا ستة. برضو صح. لو كانوا سبعة. برضو صح. طب وان يعني احط انا سبعة بدائل للتلميذ والطالب. يعني بالله عليك يقرأ البديل الاول والتاني. لما يصل للسابع بيكون نسي الموضوع او المشكلة عنيش. فبالتالي لا داعي للسبعة. والتلاتة لما نحط تلات بدائل بنحطهم لصغار. السن اللي في المدرسة الامتدائية. عشان بداية تعاملهم مع نوع مع هذا النوع من الاختبار عشان نحببهم. هذا هو الهدف يا حضارات. اما نحط خمسة وستة وسبعة اللي بدنا. في مثل بالعرب ايش بقول? اللي بدك اتحيره خيره. زيد الخيارات بصير عنده ارباك. وبالتالي انا ما عشان ملاحظ انه بدأ الارباك عندك يزيد. لانه بعض الطالبات صاروا يطلعوا في الوقت. حنخفف الارباك ونقول حعطيك السؤال الان. اسمع السؤال دون كتابة دون كتابة. اللي حتكتب حتندم. اللي حتكتب السؤال حتندم. السؤال حعملك يا صح وخطأ. الخروج من القاعة الان يسبب الراحة للطالبة. نعم ام لا? اذا ننهي بهذه الابتسامة هذه المحاضرة. واسأل الله ان نراكم على خير المرة القادمة. والله اعطكم العافية.